السؤال التالي بعد هذا عندما آتي إلى المسجد والأذان يرفع هل أصلي تحية المسجد أم أظل قائما حتى انتهاء الأذان وترديده ثم أصلي تحية المسجد بعد هذا الجواب إذا دخلت المسجد والأذان يرفع يا رعاك الله خير لك أن تظل قائما لكي تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركع ركعتين قبل أن تجلس وبهذا تكون قد جمعت بين شعيرة متابعة المؤذن وشعيرة صلاة تحية المسجد قبل أن تجلس فتجمع بين الشعيرتين وبين المصلحتين يا رعاك الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في رواية أخرى فليرتع ركعتين قبل أن يجلس أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد اللهم أمين ترجمة نانسي قنقر